إلى لائحة أرامل الكوليرا في نيجيريا انضمت حليمة توفي زوجها وتركها وأطفالها الستة بدون معيلة يعانون الفاقة ويتربص بهم وباء الكوليرا في أحد أفقر أحياء العاصمة النيجيرية أبوجا حاولنا بكل طرق إنقاذ زوجي من الموت لكنه ظل يعاني من القيء الشديد والإسهال الحاد إلى أن فقد جسمه كل سوائل وتوفي لم نكن ندرك أنه مصاب بالكوليرا وباء الكوليرا حصد أرواح العشرة من النيجيريين خلال الأسابيع الأخيرة والخطر ما يزال يحدق بالألاف والأوضاع تنذر بالمزيد من الضحايا المنظمة الصحية لا تكف عن ترديد جملة واحدة التخلص من الكوليرا يقتضي أولا التخلص من أسبابه وفي أبوجا الأسباب ما تزال قائمة مياه ملوثة ونفايات منتشرة في كل مكان قنوات الصرف الصحي منعدمة ونظام الرعاية الطبية متدهور صحيح أن الفقر المدقع سبب رئيس ومباشر في تفشي الكوليرا لكن من الضرور كذلك تحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافتهم الصحية ونظافة محيطهم لن ننتظر من الحكومة أن تقوم بكل شيء ينتقل وباء الكوليرا عبر تناول طعام أو ماء ملوثين بالبكتيريا التي تحملها الفضلات البشرية وقد يتسبب بالوفاة في غضون ساعة إذا لم يعالج سنويا يصيب وباء الكوليرا ما بين مليون وثلاثمائة ألف شخص وأربعة ملايين شخص ويتسبب بوفاة ما قد يصل إلى مائة وثلاثة وأربعين ألف شخص معظمهم في الدول الفقيرة شكرا شكرا